بسم الله في هذا الفيديو سأثبت نظام Arch Linux على برنامج VirtualBox لتحميل نظام Arch Linux من موقع archlinux.org أو موقع archlinux.org لنسخة 32 bit من رابط download سأختار أي رابط mirror وأختار ملف ISO طبعا أنا سأحمل 64 bit هذا بحجم 500 ميجا بايت بعد تحميل ملف ISO أشغل برنامج VirtualBox من اليسار أختار new أكتب اسمه virtual machine archlinux وأختار نوع النظام linux وأختار version 64 أحدد الميموري حجم الميموري 1 جيجا 512 كافي لكن by default 1 جيجا ممتاز أختار create virtual hard disk now أضغط create يفضل يكون اسم virtual disk بنفس اسم virtual machine أحدد حجم virtual disk يفضل يكون كافي فby default هو يختار ثمانية أو عشرة أنا أفضلها 12 أختار نوع VDI لأنه متوافق مع virtual box وأختار dynamic location عشان يحجز أقل مساحة على physical drive ويزيدها تدريجيا حتى توصل إلى 12 جيجا بايت أضغط create الآن أضغط setting من القائمة على اليسار أختار system وأختار boot order uncheck floppy disk وأخلي optical disk أول boot من القائمة على اليسار أختار storage وأختار optical disk ومن اليمين أختار الإيقونة للدسك وأختار choose وأختار ISO فايل اللي حملته من الموقع إما 32 أو 64 أضغط open وأضغط OK وأشغل virtual machine عن طريق start لما تشتغل virtual machine في أول شاشة في النظام سأختار أول اختيار من الكيبورد أضغط enter الآن أشغل الآن أشغل النظام من ملف كما تشتغل أول خطوة أعملها أعمل الpartitioning أقسم الhard disk إلى ثلاثة أقسام minimum القسم الأول سيكون لملفات النظام القسم الثاني swap والقسم الثالث ملفات المستخدم سأستخدم برنامج اسمه cfdisk وأختار نوع الpartitioning dos لاحظ في أسفل الشاشة مجموعة من الأوامر وعندي في الجدول free space 12 جيجا أختار الأمر new وأحدد حجم الpartition الأول 8 جيجا وأختار النوع primary وأختار bootable وأحدد نوع type 83 linux وبعدين في الأسهم أختار free space مرة أخرى وأختار new وأحدد حجم الpartition الثاني سيكون swap مثلا 1 جيجا وأختار primary وأختار type 82 swap linux swap مرة ثالثة أختار free space وأضغط new وأختار أحدد الحجم في حالة 3 جيجا وأختار extended وأرجع بالأسهم أختار free space وأختار 3 جيجا والآن أصبح عندي في جدول partitions slash div slash sda1 slash div slash sda2 slash div slash sda3 slash div slash sda5 وهذه هي partitions اللي حيستخدمها لتثبيت النظام أكتب هذه المعلومات من التابل إلى الدسك عن طريق الأمر write أضغط enter هيسألني confirmation هل أنت متأكد أن تريد المعلومات على الدسك؟ أكتب نعم وأضغط enter الآن كتبت هذه المعلومات على الدسك أختار quit الآن أعمل الفايل سيستم باستخدام الأمر mkfs.ext4 واختار partitions أكتب اسم partitions فالpartition الأول سيكون slash div slash sda1 تم الpartition الثاني اللي حيكون بنفس ext4 بنفس الفايل سيستم هو sda5 slash div slash sda5 واتبقى swap partitions باستخدام الأمر mk swap slash div slash sda2 واكتب swap on slash div slash sda2 عشان أتأكد من أن الـ swap تم بشكل صحيح أكتب free space dash mh h نعم لاحظة السطرة الثانية swap total 1 جيجا و free 1 جيجا منتاز الآن سأحمل partitions على النظام باستخدام الأمر mount slash div slash sda1 سأحمل على slash mnt في داخل ملف mnt سأعمل ملف home mnt slash home وأحمل الدفايس الثاني أو user device sda5 على home الآن أحمل وأثبت ملفات النظام عن طريق الأمر packstrap slash mint base و base dash devl سأخذ وكل لتحميل وتثبيت ملفات النظام سأخذ وكل لتحميل وتثبيت ملفات النظام الآن أعمل file system tables باستخدام الأمر gen fstab slash mint وأخزن file system tables في slash mint slash etc slash fstab أضغط enter تم عمل ملفات جداول ملفات النظام عشان أتأكد أنه تعملت أوكي أروح على نفس المجلد mnt slash mnt slash etc slash fstab هذا هو الملفات النظام لاحظ ثلاث partitions slash div sda1 slash divsda5 هذا الرoute والhome و slash divsda2 swap ممتاز الخطوة اللي بعدها أعمل configuration لهذا النظام المثبت فأولا أحول من live session arch iso إلى install system باستخدام arm arch ch root space slash mint slash bin slash bash الآن أنا على النظام المثبت الآن أنا على النظام المثبت فأول خطوة أحدد اللوكال ففي ملف ملف slash etc slash local dot gen أختار اللغات اللي أحتاجها في هذا النظام فمثلا أحتاج اللغة العربية فمن القائمة uncomment اللغة العربية ar sa dot utf 8 space utf 8 وأحتاج أيضا اللغة الإنجليزية فأعمل uncomment ل en underscore us dot utf dash 8 space utf dash 8 أحفظ الملف وأكتب الأمر local dash gen تم تفعيل اللغة العربية واللغة الإنجليزية الآن أحدد الـ default language لهذا النظام في ملف slash etc local.conf أكتب lang capital equal en underscore capital us dot capital utf dash 8 وأحفظ هذا الملف الآن أعمل timezone من الملف slash usr slash share slash zone info slash asia slash أختار المدينة وأعمل لها رابط في etc etc local time الآن ننتهت من timezone utc time أكتب اكتب hw clock و slash double slash sys to hc space double slash utc c انتهت من timezone الآن أحدد الباسورد للروت user على هذا النظام المثبت فأكتب pass wd وأضغط enter أختار باسورد بسيط للروت user فمثلا 123 123 تم تحديد الباسورد للروت user أحدد اسم النظام المثبت في الملف etc slash host name وأكتب اسم النظام مثلا vbox وأحفظ هذا الملف أيضا أيضا يفضل إضافة اسم الجهاز في ملف hosts etc slash hosts في آخر سطر أكتب أكتب 127.0.0.1 space local time عفوا localhost dot local domain space وأكتب اسم الجهاز vbox الآن أحفظ الملف تم التسمية الجهاز أفعل خدمة dhcp عن طريق الأمر system ctl d enable dhcp cd تم تفعيل خدمة dhcp الآن أثبت ال bootloader عن طريق الأمر pacman cd dash s capital grub os dash proper store سيطلب تحميل 6 mb yes تم تثبيت bootloader grub bootloader الآن أعمل له configuration وأكتب grub داش انستول على سلاش ديف سلاش اس دي اي وهذا المين درايف او مين ديفايس بعد تثبيت القرب على الديفايس اعمل كونفيجراشن بالامر قرب داش امكي كونفيج والاو بوت هيكون في سلاش بوت سلاش جرب سلاش جرب دوت سي اف جي دون الان اخرج من النظام المثبت الغي تحميل او ازيل الملفات الديفايس من الفيرشوال سيستم باستخدام الامر ويو ماونت سلاش منت سلاش هوم بالترتيب ويو ماونت ثاني مرة سلاش منت الآن اعد تشغيل النظام المثبت بس اولا اكفي للفيرشوال ماشين واغير في اعداداتها من قائمة سيتنج على اليسار اختار سيستم وما اعد احتاج الاوبتيكال درايف يكون اول بوت احتاج الهاردسك يكون اول بوت واغير اضغط اوكي الان اعد تشغيل الفيرشوال هذا البوت لودر سكرين الان اشتغلت الفيرشوال ماشين واعطاني اللوج ان اكتب روت وادخل الباسورد 123 الان انا على النظام المثبت arch linux فاول خطوة اعملها هي اني اعمل يوزر جديد باستخدام الامر user add space dash m بمعنى create user جديد و dash g small اضيفه الى group اسمها user و inherit permissions والصفات لهذا اليوزر من الان للغروب اللي اسمها ويل واستخدم الشل dash ssmall bin bash سيكون هذا اليوزر يستخدم الشل bash واسم اليوزر في اخر السطر فمثلا اسم اليوزر user الان هذا اليوزر يحتاج الى باسورد فاكتب passwd واسم اليوزر وادخل الباسورد لهذا اليوزر فمثلا ايضا ادخل 123 123 اذا هذا اليوزر وهذا الباسورد لتفعيل السودو لابد من تثبيت السودو باكج فاكتب pacman-sudo واضغط انتر هيطلب تحميل 2 ميجا بايت ياس تم تحميل السودو لعمل الكونفغط للسودو اكتب vi-sudo-one-word سيفتح الكونفغط لهذا السودو فاختار الـ group wheel واعمل الـ uncomment للكونفغط احفظ الملف الان بإمكان اليوزر انه يستخدم العمر سودو لصلاحيات النظام وكذا اكون ثبت نظام على برنامج الـ virtual box لعمل shut down اكتب power off اشتركوا في القناة و Hell